بسم الله الرحمن الرحيم معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة المحترم الأخ أمين عام المجلس المنسق الوطني الأخ عبد الرحمن الحرب المحترم الأستاذ عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودية المحترم الأخوة والأخوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمراراً للتعاون بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية الشقيقة وانطلاقاً من توجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو ولي العهد بضرورة دعم روابط الأخوة وضرورة وضرورة دعم التعاون الاقتصادي فيما بين البلدين الشقيقين أسس المجلس التنسيقي العراقي وإن كان قد أسس قبل أربع سنوات لكن سياسة ومنهجية الحكومة العراقية المتعاقبة سواء كان الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية أن تستمر على هذا النهج بدعم المجلس التنسيقي العراقي السعودي لقناعة البلدين بأنه بداية لفتح صفحة قد نطلق عليها صفحة جديدة بين علاقات البلدين العلاقات التعريخية وفعلاً أثمر هذا المجلس التنسيقي عن تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك بين العراق والسعودية ومن ثمرة هذا المجلس وهذا الاجتماع وهذا الملتقى هذا اليوم كما نتج عن عمل المجلس التنسيقي رغم قصر الفترة بعض من الإنجازات الملموسة وذات الأثر في تطوير العلاقات بين البلدين إذ تم فتح منفذ عرعر الحدودي المغلق منذ عقود وذكروا السادة المتحدثين فيما يتعلق ببعض المعوقات التي تخص هذا المنفذ والذي نعتقد هو البوابة الرئيسية التجارية ما بين البلدين وأيضاً لفوائد أخرى كثيرة ويوم أمس كان اجتماع مع المنسق الوطني وقدمت ورقة من الأخوة في الجانب السعودي لبعض المشاكل وأعتقد هي ليس بالصعبة بل مشاكل بسيطة ممكن تلافيها ممكن معالجتها وكل بداية عمل قد تشوب بعض المعرقلات بعض المشاكل لكن الإرادة متحققة ذد الجانبين بتجاوز هذه المعرقلات وحلحلتها وتبسيط كل الإجراءات عالجنا بعض المشاكل البسيطة فيما يتعلق بالمنفذ وهناك نقاط أربعة يوم أمس ذكرت أيضاً سيتم معالجتها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وهي قضايا بسيطة إجرائية وروتينية ممكن تجاوزها وإن كان الروتين هو مقيد لكثير من الأعمال أيضاً نتج عن المجلس التنسيقي هو فتح الملحقية التجارية في بغداد وتنصيب ملحق في بغداد وباشر بأعماله كذلك توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ذات المردود والأثر الإيجابي على تطوير وتعزيز العلاقة بين البلدين وتعمل اللجان الثمان المشتركة بين البلدين على جملة من الملفات المهمة والاستراتيجية كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات والزراعة وتطوير إنشاء المدن الصناعية الذكية إضافة إلى التعاون العلمي والثقافي والرياضي بين البلدين وقد توصلت الفرق الفنية بين البلدين إلى خطوات عملية ملموسة في تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان فيوم غد إن شاء الله سنوقع مذكرة الربط الكهربائي بين بلدين التي ستتيح تبادل الطاقة بين البلدين واستكمال الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الخليجي مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي وصلت إلى مراحل متقدمة مع شركة أكوا باور وفرقنا الفنية مستمرة بأعمالها فيما يتعلق بمشاريع البترو كيميائيات وأخص بالذكر مشروع النبراس إضافة إلى مشاريع النفط والغاز في حقول عكاز وأرطاوي إن المرتكزات الثلاث لرؤية المملكة عشرين ثلاثين تعد بحق منطلقاً للبناء والتعاون والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين بلدينا وما لمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن الشرق الأوسط الأخضر في حماية الأرض والطبيعة من دلالات مهمة مشتركة نشترك معهم ونعمل عليها أيضاً وسيصل وفد لجنة الزراعة برئاسة معالي وزير الزراع العراقي الأسبوع القادم لمناقشة المشاريع الزراعية الاستراتيجية بين البلدين سواء ذات العلاقة بصناعة منظومات الري مع مجموعة الخريف أو الصناعات التحويلية للتمور وتطوير تكنولوجيا البذور والسبل الكفيلة لإنجاح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتفعيل مشروع الحزام الأخضر في العراق إن للدول مصلحة مشتركة في العمل على إيجاد بيئة اقتصادية عالمية مستقرة ومنصفة كأساس جوهري للسلم العالمي وأن عليها تحقيقاً لذلك أن تعزز التعاون الدولي لأغراض التنمية وأن تعمل على إيجاد نظام اقتصادي دولي جديد في عالمنا المعاصر أصبحت القدرة الاقتصادية هي التي تحدد القدرات السياسية والعسكرية للدول فهي الوقود الضروري لتشغيل محركات الدبلوماسية على الساحة العالمية سعياً لتقوية النفوذ وتأمين المصالح على أنواعها لقد هدفت الحكومة من خلال برامجها ورؤيتها الإصلاحية على تصحيح المسارات بما يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة للتحول إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة إننا نرى إن لمجلسكم دورٌ مهم في توسيع مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين ونأمل من خلال الشراكة الاستفادة من التقدم التكنولوجي والصناعي ونقل المعرفة وبناء شراكات حقيقية واستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى بما يحقق خلق فرص عمل وتنمية صناعية مستدامة الأخوة والأخوات من البداية منذ تشكيك أو تشكيل المجلس التنسيقي قد يكون هذا الاجتماع الرسمي الثاني لمجلس الأعمال سبق كثير من الزيارات واللقاءات والاجتماعات لكن رسميا بعد تشكيل مجلس رجال الأعمال في بغداد هذا الاجتماع الثاني من البداية ثبتنا مبدأ أساسي أن لا نتوقف عند قضية صغيرة بسيطة تعيق عمل رجال الأعمال سواء كان من الجانب العراقي أو من الجانب السعودي هذه تشريعاتنا وهذه البيروقراطية الموجودة التي ورثناها ما دام الإرادة والرغبة متحققة لدى الحكومتين وهذا شيء مهم ولو تكلمنا بصراحة لأستطعنا أن نطور علاقاتنا أكثر فأكثر سابقا لم يكن هناك إرادة حقيقية قد تكون إرادة صورية إرادة شكلية لأغراض دبلوماسية أو سياسية الآن الرغبة حقيقية والإرادة جادة باتجاه تطوير العلاقات وأن تكون مصالح مشتركة اقتصادية وتجارية ما نسمعه من نمو في عملية التبادل التجاري 15% للعام الماضي لم نسمع به في سابق السنوات وهذا يعني أننا بالاتجاه الصحيح بأن هناك تطور في علاقاتنا وهناك تقدم نطمح بتنمية أكثر أن نصل إلى الرقم رقم الطموح لدى البلدين حكومة المملكة وحكومة العراق أن نصل إلى رقم يليق بحجم سواء كان خيرات وثروات وإمكانيات البلدين كبلدين جارين شقيقين لديهم كثير من الإمكانيات نطمح أن نصل إلى رقم أعلى عن بقية دول الجوار أو دول العالم الآخر فما دام هناك نمو بعمليات التبادل التجاري إذن نحن في الاتجاه الصحيح أن نتوقف على قضية إقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر الأجنبي أي مستثمر القوانين العراقية كفيلة بحمايته قد تحصل منغصات التجاوزات هذه موجودة لنكون مثاليين ولنكون ورديين زيادة أنتم أخوة أشقاء تعرفون كثيرا ما في داخل العراق من بعض التدافع وغيرها من الأمور وقد حصلت قد تكون حالة سلبية هنا وحالة سلبية هناك وفي المملكة أو في العراق لكن تم معالجة هذه الحالات السلبية لا نتوقف عند حالة واحدة بل أن نصحح الأخطاء وأن نزيل من يريد أن يعيق أي تطور في العلاقات ما بين البلدين أو لا يروق له أن يرى العراق والسعودية بلدين شقيقين متعاونين مشتركين في كثير من المشتركات هذا التوجه والنفس قد يكون لدى جزء بسيط وقل قليلة وقلت نشترك بهذه الحالة السلبية الموجودة فلا نتوقف عند إقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي لأجل المباشرة بالمشاريع المستثمر السعودي إسوةً بالمستثمر العراقي هو محمي والحكومة العراقية توفر له كامل الدعم حكومة بلديكم في المملكة وفي جمهورية العراق تنتظر منكم المزيد عادةً الحكومات إذا تتدخل بالقطاع الاقتصادي قد تضر القطاع الاقتصادي العمل الخاص هو أفضل أن ينظم نفسه بنفسه لكن قد تحتاجون إلى الحماية والموافقات والتسهيلات وكثير من الأمور هذا ما نتكفله بالنسبة لنا وأتكلم عن الجانبين وهذا ما تكلمت مع أخي معالي الدكتور ماجد القصبي وأيضاً ما سمعته من الملك وأيضاً من صاحب السمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء في أكثر من اجتماع وأكثر من لقاء بأن الممثل العراق هو ممثل للسعودية وممثل للسعودية هو ممثل للعراق أيضاً بأن نتعاون فيما بيننا كلنا أمل بكم كرجال أعمال كمستثمرين الفرص كثيرة وبلدينا فيهما من الخيرات الكثير وبيئة خصبة ممكن أن نعمل والتأريخ يسجل بإمكاننا أن نطور علاقات بلدينا وأن نعكس صورة إيجابية صورة حقيقية عن هذا العمق العلاقات التأريخية بين البلدين من خلال تقوية المصالح الاقتصادية والتجارية وهي البوابة والنافذة لكثير من العلاقات بين كثير من دول العالم وأنتم قادرون على ذلك إن شاء الله أجدد شكري وامتناني للأخوة القائمين على هذا الملتقى لحسن الضيافة والاستقبال وأدعوكم لإقامة الملتقى القادم في بغداد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا